تزامنا مع زيارة ماكرون اللبنانيون يقولون تعا وجيب معك الانتداب ما بأبدنا هالاستئلال والكاظم بين المتظاهرين يستمع لشكواهم وحديث عن الحب أما السائح النمساوي ففي متحف إيطالي من أجر صورة تاريخ تذكارية ولكنه يتسبب بكارثة تاريخية أهلا بكم المتابعة للأخبار أكد عرف أو حتى شاف زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للبنان اليوم ماكرون زار موقع الانفجار في بيروت وتعهد بتقديم مزيد من المساعدات للشعب اللبناني ووعدهم حتى باتفاق سياسي جديد خلونا نشوف مقطع من زيارته وحديثه موسيقا روح erwارم يعمل يعمل ليس ليSCję ليس يعمل كيف أن أن أدفع في الأمقل ، تحسسين أن أعضر مجدداً تحسين ، أسكن ان تحسين كذلك ، موضوع النعود ، موضوع لقد اتيتم أطفر أجل و أطفر باليد من أجل أن أجل هذا السيء لجل أجل أن أطفرنا بأن يريد أن أجل سيطر و المسارة من البيط سجل لا يفعلون أجل أجل غير للقصة بأن أجل هذا وقت غريبًا من السي dopo الفخاء وإذا لا يستطيع أن يستطيع أن يستطيع المساعدات معه كما سمعنا ماكرون وعاد اللبنانيين باتفاق سياسي وتقديم المساعدات لكن يبدو أن الشعب اللبناني رافض لكل هذا لأنه يرى أنها ستنسرق من الفاسدين فبيطالبوا بأشياء أخرى وتحديدا في مجموعة من اليأس التي وصلوا له طالبوا بعودة الانتداب الفرنسي هي وكما سمعته الانتداب الفرنسي هذا اللي كانوا عايشين فيه بين 1920 و1943 ووصل فيهم الحال حاليا أنه يشوفوا أنه أرحم بكثير من اللي قاعد يصيروا بيمروا فيه سواء من أزمة اقتصادية أو انقطاع كهرباء أو غلاء معيشة وآخر تكل اللي جابت تماما آخرهم كانت الانفجار فتزامن مع زيارة ماكرون اليوم انطلقت عريضة وقع عليها لغاية الآن أكثر من 40 ألف لبناني وبيطالبوا بالانتداب لمدة العشر سنين القادمة دعوة العريضة المنشورة على موقع أفاز المخصوص أو المخصص للعرائج جا في كلام بما معنى أن المسؤولين اللبنانيون أظهروا بوضوح عدم القدر الكاملة على إدارة البلد وضمان أمنه لدرجة أن البلد وصلت إلى أنفاسها الأخيرة وبيشوف كمان المطالبين بالانتداب أنه رح يساعد على تكريس نظام حكم نظيف ومستدام طبعا عريضة زي هذه ما رح تمر على السوشال ميديا مرور الكرام فهي على طول أثارت حالة من الانقسام والجدل بين اللبنانيين البعض استنكرها هكذا مطالبات ووصفها يعني بخيانة الوطن والبعض الآخر شاف أن الشعب عايش جوه دوامة يأس وأنه اللبنان أصلا مو بلد مستقل وفي حياته ما صار ويمكن الانتداب حاليا يكون حل لهذا المشهد المعقد العموم الممثلة اللبنانية كارمن لوبوس هي أحد المناشدين لمكرون وكانت قالت له في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر قالت له في هذه التغريدة تعا أجيب معك الانتداب ما بقى بدنا هالاستئلال طيب من بيروت تنضم إلينا عبر سكايب الفنانة كارمن لوبوس أهلا فيكي معانا كارمن أول شي طمنينا عليكي وعلى الأهل إن شاء الله كلكم بخير يا رب الحمد لله الحمد لله الأضرار كانت مادية الحمد لله ونحنا بألف خير وبعزة كل الشهداء اللي راحوا الضحايا اللي راحوا لأنه هن ضحايا من الشهداء للأسف يعني والله يساعده والله يشفي كل حدا المنصاب شو بدنا نقول يعني مصيبة كبيرة حلت علينا فعلا بس كارمن يعني الناس صح بتقول إنها فعلا مصيبة وفعلا اللي بيواجهوا لبنان اليوم وكأنه فعلا دوامة وأزمات ما هي راضية تنتهي أبدا لكن برضو الناس استوقفتهم الجملة اللي شاركتيها واللي شاركها كثير والعريضة وقالوا طب يعني معقول نرجع للانتداب كمان يعني لألك أنا لما حطيت لما حطيت هاي الجملة هي المعنى المجازي يعني حتى ما تعدى تكتبه وتشرحه فشي مختصر شي الواحد من يأسه بيوصل بس مش معناتها كل جملة منحكيها تنفهم بحرفيتها بقى تقلقنا الوضع الاقتصادي مثل ما ذكرتي قبل شوي الوضع الاقتصادي الغلال معيشة كورونا للفساد اللي حاصل من الحرب اللبنانية للاستقلال الغير موجود أو الناس اللي يعني اللي كانت عم تشتمني انه انت ولو وين الاستقلال وين السيادة وين العزة انا بالنسبة لقلي اذا كان في مستعمرة جاية او بلد حكمتك انت عم بتحارب هيدا البلد لحتى ترجع يتبني وطنك بس اذا حكامك هن المستعمرينك وهن الفاسدين وهن اللي عم بيستغلوك وعم بيستغلوا الشعب عم بيمصوا دمه ومش واصلين مش عم بيواصلونا لحل من 30 سنة لهلأ لحتى توصل القصة لعم بيقومتل ما عم بيقولوا بين هلالين انه هيدا اهمال في شي محطوط مواد متفجرة محطوطة بنص بيروت لهلأ بعد ما في حدا عم بيتحمل المسئولية اللي صار ما حدا عم بينزل يكشف الأضرار نحنا الناس عم تنزل تساعد بعضا هيدا مش مقبول لما تشوف رئيس جمهورية رئيس ينزل مكرو ينزل الناس تركض لعنده بينما اي حدا مسئول أو حاكم ينزل على البلد عم بيسبوه هيدا شي مخزي لقلنا هيدا شي بيوجع القلب فأنا ما كان قصدي فرنسا أنا قصدي هيدا مش استقلال لما حكامنا بينطروا تليفون من اي جهة دعمتهم لحتى تقللهم شو يعملوا بهيدا الوطن هيدا ما اسمه استقلال فنحنا ما بعرف شو نحنا مجموعة نحنا بلد اقطاعي مش عارفين ندير حالنا فالمطلوب فالمطلوب انه يجي حدا يديرنا يجي حدا يوقفنا عجرينا انا واتحطيتها كان الاصد كله المعنى المجازي انا ما حدا يجي يحكيني لا بالعروبة ولا بالوطنية انا مترك بلدي لحظة لانه احد يجي ينتشل وانه كل احد في البلد عنده احد بيقتمر بامره انتي كنت من الناشطين جدا في المظاهرات وانزلتي واحتجيتي هل نفهم من كلامك هذا الان انه شعرتي انه ما عاد في امل في المظاهرات ما عاد في امل في الناس انهم يكونوا هم التغيير على يدهم للأسف للأسف عملنا نزلت كان عندي ايمان انه نحنا رح نقدر نرجع نوقف على اجرينا هيدا اليمان راح كله سوا لانه بعد ما زل في قطيع غنم عم بيلحق زعمائه لو هيدا الشعب بيوقع في الحق زعيمه حكما هالزعماء لح يروحوا بس نحنا كل واحد بعدنا اليوم ما بدي يسمي لما يكون انا يعني المشكلة في لبنان بتحكي شغلي بياخدوها بحرفيتها لما ساعد الحريري نزل يتفقد مبارح في ناس سبته قاموا عناصر وضربوا هون العالم اللي نزلوا نزلوا عم بيساعدوا المواطنين الناس اجوا صار يحكموا انه ما حدا يجيب ريء اسم ساعد الحريري لا اسمه ولا اسم اي زعيم تاني ولا ممنوع هنه هنه مش اله نحن مش عم نعبدهم هنه مش اله نزلين على الارض فنحن اي ثورة اي شعب بده يقوم يشيل اذا نحن نصنا مقصومين وكل واحد ما فيك تجيب سيرة اسم او تلوم حدا نحن بشر يا جماعة هولي بشر في حدا لازم يحمل مسئولية اللي صار اول تمبارح ويحمل مسئولية اللي عم بيصير بهذا البلد كله لهلأ بعد ما عرفنا شي انا سمعت طيران ما حدا عبيت لعيقول ما حدا عبيقول شي مثل كأن عايشين بغابة هيدا شي مش مقبول بقى انا بالنسبة لقلي بنعرف فرنسا وقت الانتداب الفرنسي شو عملت بلبنان بنعرف فرنسا شو عملت بالجزائر ما بنحكي فرنسا الواقع اللي نحن فيه هالزل اللي عم نعيش فيه ما بات فيه زل بعد ممكن يصير علينا اكتر من الزل اللي نحن عايشين فيه صراحة يعني كارمن يعني خليني يعني 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 ما العلاقة بانه يعني المشهد السياسي في لبنان بس صراحة لمن الواحد اليوم يتفرج على الصور في استقبال ماكرون وماكرون هو بتجول صراحة الصور صادمة لمن الناس مثلا تتظاهر وتطالب ماكرون وغيره من الزعماء والدول انه لا ترسلونا مساعدات رح تنسرق المساعدات هذا ايضا صادم يعني لوين نقدر نقول انه وصل الوضع من هنا طبعا هيدا هيدا الشيء اللي بيوجع القلب انه نوصل نحن مش مؤمنين بدولتنا دولتنا مش قدران نتوقفنا على اجرينا مش قدران نتوقف هيدا الوطن اذا احنا مش مؤمنين بهول العالم عم نجي منطلب من ماكرون انه ما تبعد مصاري لانه المصاري عرفنا سابقا واللي قبل المصاري كلها اللي اجبت راح يتعجيوبهم الكميات المصاري اللي راح ما ساعد ما فيه كهرباء ما عملوا شي لهيدا الوطن عم يعملوا كل واحد بيعمل شي لحسابه هيدا شي بيأس هيدا شي بيوجع هيدا شي بيبكي العالم عم بتموت ما حدا عم ينزل يشوف شو عم بيصير اضرار يا عم وينهم ما في حدا ما في حدا للدولة بعد ما حدا طلع حكي ما حدا قال شي مش مقبول تحزني ولا لا لما تشوف ما عندك دولة ما في حدا حميكي يجي مكنون كلنا مصطفين حوالي اللي عم نقل له دخيلك عم نتمسك مثل واحد غريق عم بيتمسك بأي أمل صغير انه تعالوا خلصونا نحنا كشعب هيدا شو انت شو بتقوليله هيدا شو بتسميه والله للأسف يا كاربن صراحة يعني دموعك بتدل أصلا على الحال ودموع يعني كل اللبنانيين خلال خلينا نقول اليومين الماضيين يعني شهدنا الكثير الكثير من الدموع وطبعا بدي أقول كل اللي عم بيبعتوا على السوشال ميديا بالأخير الرأي حر نحنا ناس حرين فالشتيم والأعراض ما قالكم حق تقربوا لأنه مثل ما أنا بيحترم رأيكم احترموا رأيي ما عجبكم رأيي روحوا ما حدا قالكم تشو تعلقوا بكلمات موسيقى لأنه ما حدا نعيش اللي نحنا عايشينه فأنا اللي عملته حطيته هو بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الحرفي أكيد ما حدا ما بيقبل أنه يكون بلده مستعمر كل شخص بيحب يكون مستقل بس هيدا مش استقلال نحنا بلد غير مستقل ولا مرة كان مستقل ولا مرة كان عنده سيادة ولا مرة كان في عزة نحنا مزلولين شعب حكمه الزل للأسف للأسف على هذه الكلمات الحزينة نحنا بنشكرك على هذه المداخلة كانت معنا من بيروت عبر سكايب كارمن لوبوس الفنانر اللبنانية يبدو أن بعض المتهمين في قضية مشاهير غسل الأموال في الكويت حاولوا التذاكي على الأجهزة الأمنية فالبعض استبق تجميد أمواله وحولها وذلك بحسب مصادر صحيفة القبس الكويتية اللي قالت أنه بعض المتهمين حولوا مبالغ بمئات الآلاف إلى حسابات أقربائهم بس اللي معارفينه أنه جهات التحقيق ستسألهم عن كل دينار دخل أرصدتهم مو بس فقط الأرصداء المجمدة الحالية وبالمناسبة النائب العام في الكويت المستشار ضرار العسعوسي أصدر قرار بالتحفظ على أموال زوج أحدى مشاهير السوشال ميديا مع منعه من السفر على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية وتحويل مبلغ ضخم من حسابها لحسابه في محاولة منها لإخفاء تضخم حسابها وإلى العراق مع موقف طريف لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فهو أثناء استماعه لمجموعة من المتظاهرين الشباب وسط بغداد اجتكالوا أحدهم من سوء الأوضاع الاقتصادية لكن بطريقة فيها خفة دم وعفوية وكلام عن الحب أغلبكم من الزوجين وكم أطفال لكروا بطفالكم لا خليمي فاكروا بطفالكم لكروا بطفالكم والله نعرف وإلى الله بخلنا نفتح فرصة تعلمني يلا كل عبده بغير مش هايدين أفاصل ونعود أهلا من جديد يبدو أن أزمة تطبيق تيك توك ستفتح النار على تطبيقات وشركات تكنولوجية صينية أخرى فوزير الخارجية الأمريكي مايك كومبيو صرح برغبة بلاده حفظ التطبيقات الصينية غير المواثقة من متاجر التطبيقات الأمريكية زي متجر أبل ستور وجوجل بلاي وغيرها بمبيو وصف تيك توك وتطبيق ويتشات اللي هو كمان صيني وصفهم بالتهديد الكبير على أمريكا وقال أن الولايات المتحدة بتسعى لشبكة نظيفة فبالتالي ستحجب أي تطبيق صيني علشان تضمن أن معلومات المواطنين الأمريكان ما تصل للاستخبارات الصينية الصين من جهتها ما سكتت على تصريحات بمبيو فردت هي كمان على لسان وزير خارجيتها وونغ وين بن وقالت أنها تعارض بشدة خطوة الحكومة الأمريكية لحجب تطبيقاتها وربطت الموضوع بأنه بيتعارض مع مبادئ السوق وقالت أنه ما يستند إلى أي أساس واقعي طبعا كل هذه التصريحات تفجرت بعد أزمة تيك توك اللي ولع الملفات الاقتصادية والسياسية بزيادة بين بكين وواشنطن فتيك توك مهدد بالحضر وما أمامه أي حل آخر غير أنه ينباع لأي شركة أمريكية وحاليا مايكروسوفت بتتفاوض على شراءه قبل ما تنتهي المهلة اللي كان حددها ترامب وهي الخمستاشر من سبتمبر على العموم الهجوم أو الحرب الأمريكية التكنولوجية على الصين ما توقفت عن تيك توك فجوجل كمان دخلت على الخط وأعلنت عن إغلاقها أكثر من 2500 قناة صينية من منصة يوتيوب اللي بتملكها الشركة الشركة قالت أنه أغلقت هذه الحسابات كجزء من جهودها للتخلص من المعلومات المضللة ومنع حملات التأثير المنصقة وبحسب جوجل فهذه مو أول مرة تغلق فيها حسابات وقنوات صينية فسبقوا قفلت 186 قناة في إبريل و1098 قناة في مايو و1312 قناة في يونيو طيب نكمل حديثنا أيضا عن التكنولوجيا فبعد ما روج لها بصورة كبيرة أطلق تطبيق انستجرام ميستو الجديدة ريلز التطبيق المملوك لفيسبوك شغل ميستو في 50 بلد بينهم أمريكا واليابان وفرنسا وألمانيا والهند والبرازيل وبريطانيا وغيرها من الدول وقال إنه قريبا حيطلقها في جميع أنحاء العالم طبعا الناس كثير اعتبرت إنه ريلز تبني حرفي لطبيعة عمل تطبيق تيك توك فالشي المشابه بينهم أو بين تيك توك وريلز إنه الشخص ممكن ينشئ مقطع فيديو قصير بيدهم 15 ثانية مع موسيقى وأصلا من قبل في ناس كمان سبقوا اتهمت انستجرام بالسرقة من تيك توك عيني عينك وقالوا إنه مو بس أطلق الميزة لكنه فعليا قدم حوافز مالية كبيرة لمستخدمي تطبيق تيك توك عشان يتركوا ويستخدموا ريلز بدالو وهما طبعا عندهم ملايين المتابعين فهو كده بيعمل قاعدة جماهرية كبيرة حتى قبل ما ينطلق رسميا اليوم صورة واحدة في متحف إيطالي تسببت في إطلاف تمثال عمره 200 عام كل اللي كان يبغى السائح النمساوي هو الاحتفاظ بصورة إذكارية مع التمثال اللي صنعوا النحات أنطونيو كانوفا لكن يبدو أن السائح أخذ راحته زيادة عن اللزوم وانسدح جنب التمثال لدرجة أنه كسر له ثلاثة أصابع من قدمه وبكل بساطة طلع بعدها من المتحف كما تشاهدون الآن على الشاشة صورة الكسر ولا من شاف ولا من دري ولكن كاميرات المراقبة كانت له بالمرصاد وثقت اللي صار اشتركوا في القناة واحد لما يكون جعان يعني ممكن يفقد أعصاب شوية بس البعض الجوع عنده كافر وبيحولهم لمجرمين هذا اللي صار مع زبون في أحد مطاعم بيرجر كينغ في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفينيا في الولايات المتحدة بعدما طلب وجبة نوغتز بس الموظفة أعططوا الوجبة أكسترا سبايسي وهو الأمر اللي خلاه يرجع مرة تانية ويدور عليها ولما ما لقاها موجودة قام فش خلقه في أول موظف جاء قدامه وسألوا وين هي يعني وين الموظفة اللي اعططوا الطلب الغلط بس لما رفض يجاوبه تشوف ويش صار غير مع عودة الحياة الدريجين إلى طبيعتها وإعادة فتح المدارس أختار مدير مدرسة في ولاية ألباما الأمريكية طريقة طريفة لتوعية الطلاب بأهمية النظافة والتباعد الاجتماعي في المدرسة وحاول نفسه من مدير لمغني راب كل تلك المدرسة اللي به مش عيدين عطلة نهاية أسبوع سعيدة أنا خلاص تعبت منها نهاية الأسبوع أنا عود ولقاكم هو الأسبوع الجاي اللي بعدو إن شاء الله تحمس مع الإجازة يا محمد الله